اه عليش قلت فما نوع من الاسكيزوفرية يا شوفنا اه ناس كيفاش تهجمت على اه دوما الناس اللي ناشطين على تيك توك وقالوا مش معقول والكل وان بعد وقت لي جيوا الاحكام نفس الناس يقالوا لي قالوا كيفاش وده وبعد الاحكام هدي يظهر لي فما حاجة مش واضحة معناتها في التعامل معاه هده اتا وسهلك احنا شعب صخوفي وات متقلب المزاج معناها كي يشوف ظاهر ايه ده هذك صحيح خلينا نكون واتديما الشعب ذاي يميل الى ما يصور له ومخه انه ضحي فهمني فيه من الول كان المتالقي والشي والصغار وكلهم ضحايا وبالتالي هل يعملوا في ما يسمينه يسمينه هو بالمحتويه هذك الفاضح يجم يتعاقبوا وقت اللي يتعاقبوا بواحد والي تالدولة هي الغول وهذوكم الضحايا وبالتالي يتعاطفوا معاه يا مهنين حب نسل سويل انتم مطالبين انتبقوا القانون او ما انتبقوهوش القانون القانون رو ما يخذش بالقانون ملفات واوراق راه ومستجدات واركين وما نجموش نخذوه رو بالحالة بالحالة ايه ما كان هكا عدا وقتها ما مهدي معليش فما قاضي وانسان وبشر وعنده وجدين وقتها ندخلوا المعايير في اوغديناتور واخراج لتلقاءة فما حاجة اسمها روح القانون ما نخلينا ما القاضي كشخص القاضي هو عبارة معناها انسان مكلف بالتطبيق القانون بحذفان لكن باعتماد عديد لليت اخرى منها روح القانون مثلا الغاية من العقوبة هذيك ولا ياخذ بالجانب الانساني لكن احنا راو نتحدثوا على قانون كما قلت لك انتي الناس الكل استهجنت المحتوى ذيك راو وين تقلقنين يعني هو ما قديش خمسة وستة موقفين فما شكول تقوى عندها ثلاثة ولا اربع يوم التالية حكمت بربع سنين ونص ما رينيش حتى حمل التعاطف معه لانو هذيك تبدأ حرفها بالشيء اسمها بالشيء هذي ما تعاطف معه حتى واحد وما تعديها الخبر في خبري كان وقتلي ما واحدة اخرى لانو هي عندها اكثر متابعين واكثر فلورز تحكم من بربع سنين ونص ولا تقضي ترى عامو كيفيش وعليش هاو نفس ولمش الكيل بمكال يعني فهمت علي شكولتك وهنا الدولة والقانون خاصة معاش نجم يتبع الاهواء متاع الناس مش خاطرين هاذا نحبه عيني زرق ما متحكمش عالية ولي حاملة فيسبوكية وناخدو بخاطرهم الاستاذ حاتم قطراء نقبيلك الدخل معنا احقال على الحكاية وينك تبتها حكاية على التناسب في القانون لبخوبورسيوناليته معاك شوف الاحكام راوه دي ساحكام ابتدائيا اكيد فهمستين يا فهمها ويا لكن في كل حالات انو المحتوى ذاك لابد ان يتعاقب هوني ما نختلفوش في الناس كل ما تفقينوا انو المحتوى ذاك لابد منعقاب تاوى بتونس كل الشعب التونسي الكل اثناش المليون من الول كان هو النيابة العمومية يتهم في نظومه وانهم ويزم يتحاسبوا كذا اليوم ولين اثناش المليون قاضي علش محكومش عليهم اغتية وستشهور لانو الاغتية وستشهور وقتك يواحدش ياعم محتواى الاختية خدش تحكم علي مليون زو تلاتة ملايين هو يصور في خمسين مليون مستعد يعودلك المحتوى فمتاعه كل يوم يبعطك هو الاختيه من عنده فهمني وبالتالي راه ونحنا مش مشكلتنا انه مش نعاقب وفاهم راه خطر ناس خذيته وكنه عقاب الاشخاص هذيك ليه رد بالك ري اعمق من هك هو تصدي لظاهرة را وقال الدولة تتصدى لظواهر اجتماعية خطيرة ما هوش قاعد اتعاق في ناس على محتوى معين هي الفينومان بكله خطر كبير يمس في اجيال صغيرة في ولدات صغار وقاعد عنده ويكون معني بش يكون عنده ارتدة دات كبيرة وبالتالي الدولة لازم اتاق تلعب دور هالاسيسي مروي وابالتالي راه ونحنا يزي منفهموا حاجة اليوم الدولة خذيت قرار وانه لابد من ضبط الامور في وسائل التواصل الاجتماعي باش ترجع الامور ينسابها ويرجع المحتوى محترم مع القينا في الحد الاد وانتي مع السنسرة مهدي السنسرة اللي في شو معني هي مع السنسرة وقت يتمس تمس من المجتمع وتمس من الامن القومي مع السنسرة من النقش تحدث في مواضيع الارهابية وكيت قصولي نقول كيفش تحكيوه في مواضيع القاسيطوري السنسرة ليه نشوف اكل مبارغة في المصطلحات والسنسرة هي السنسرة وقت يجب تسيري زي ما تسير مروي هو شوف فما زوز مستويات يظهر لي متعقيراتها في المسألة هذية المستوى الاول هو انه هالاحكام القضائية هذية اللي صدرت هي تعتبر احكام قاسية نحبوه لاناكر هو رانا نحكيوه على حبس سلب حرية اللي ولا حاجة مستسهلة جدا في المجتمع التونسي وطاق ولا واحد يتنابز هو اجار ويحب يحطوه في الحبس ماش بالسهولة هذي الامور وخاصة خاصة الاحكام القضائية هذية لا تكفي لمحاربة الظاهرة راي ما تكفيش وحدها ما تحاربش ظاهرة بحكاية كيت حط ربعة من الناس في الحبس روش خص كان جاتا كاكرا يساهل برشا رو برشا ضواهر تخلصنا منه هذا من ناحية من ناحية اخرى را وهنا تدخل ايضا مسألة التناسب ومسألة كده الحاجة الاخرى اللي فما عدم فهن وفما يعني رافض في بعض الاحيان لأحكام القساوة هذية مقارنة مع اشياء اخرى قاعدة تصير في المجتمع لا تقل خطورة على هذه الظاهرة ولي اه حتى لا تعاقب بنفس الطريق هذو علش 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 تيك توكوز ولا مهما يكون المحتوى اللي قاعدة تحط فيه تشد حبس اكثر من واحد يبراكي علش فما ناس فما فما عمليات فما حويش نختار كلامي فما قضايا ماتوا فيها ناس تتعاقب بالسرسي وتتعاقب بالهذا يرى ويخلق لك تحب ولا تكره سوء فهم مش مقولش حاجة اخرى في مستوى المجتمع وفي مستوى التعامل والثيقة في منظومته القانونية وفي منظومته القضائية بشنا فقط ماروين الاستاذ فريد سيد فريد بن شحال القاضي والاستاذ الجامع اللي الدخل منذ قليل في إذاعة مزييك اللي قال اللي هما تمت إحالتهم متهمين على مجموعة من الجرائم وليس على جريمة واحدة وكل جريمة توجب السجن منذ مدة ستة أشهر يقول نجم يتم استناف كما قال مهدي منذ قليل وتغيير العقوبة السجنية بالقيام بأعمال توعوية أو العمل لفائدة المصلحة العامة هذي قال ممكن زيدا نشوفو ان شاء الله عدا وقت ها كان فلسطينيا في ولي ويروح ومن قولوش بش تضيع علينا لخليق الحميدة مرة أخرى بش يخرجوا في وسائل التواصل الاجتماعي بش نضيعوا القيم متاعنا يظهر لي مهاش بالأمور مهاش بالسهولة هذي وخاصة كي نبدأوا نحكيوا على ظواهر الأمور فمعدد كبير من الأبعاد اللي يزم أخذها بعين الاعتبار غدوة نرجع على الإجراءات اللي تم اتخاذها لفائدة القطاع الصحي مع مروين عشوري ومهدي مانيش شكرا لكم كل توت سويت صافي محرف الأخبار في لمينة